بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأرحب بكم في خدمة دروس عنوان درسنا اليوم القسمة الناتج من رقمين للصف الرابع الابتدائي سنتعلم اليوم بإذن الله حل مسائل قسمة يكون الناتج فيها من رقمين ولنبدأ بهذا التمهيد يسير فندق في المكة المكرمة حافلة إلى المسجد الحرام كل سبع دقائق كم حافلة تنطلق كل خمسا وتسعين دقيقة تذكر أنك حينما تقسم عددا من رقمين على عدد من رقم واحد فإنك تبدأ بقسمة العشرات ثم الآحد وهيا لنستخرج السؤال من هذه المسألة كم حافلة تنطلق كل خمسا وتسعين دقيقة لاحظ معي أنها تنطلق حافلة واحدة كل سبع دقائق والمطلوب عدد الحافلات في خمسا وتسعين دقيقة أي أننا نريد أن نعرف خمسة وتسعين تقسيم سبعة والآن قبل أن نبدأ الإجابة على السؤال ماذا نفعل؟ نقوم أولا بتقدير الناتج لكي نتحقق في الأخير من معقولية الجواب نقدر عن طريق الأعداد المتناغمة كما تعلمنا سابقا لاحظا لنا سوف نقوم بجعل الخمسة وتسعين وسبعة عددين يسهل قسمتهما عن طريق التقريب طبعا الخمسة وتسعين نقربها إلى مئة والسبعة نقربها إلى عشرة ومئة تقسيم عشرة سهلة جدا وتساوي عشرة الآن أصبح لدي تصور عن الجواب أنه سيكون عدد قريب جدا جدا من العشرة نبدأ عملية القسمة بالخطة الأولى وهي قسمة العشرات خمسة وتسعين تقسيم سبعة لاحظ معي أن القسمة عكس الضرب الضرب نبدأ بالمنزلة الصغرى بينما القسمة نبدأ بالمنزلة الكبرى وفي العدد خمسة وتسعين المنزلة الكبرى هي العشرات أي أننا نقسم تسعة على سبعة تسعة تقسم سبعة كم تساوي؟ تساوي واحد أي أننا إذا ردنا أن نجعل التسعة في سبع مجموعات فإننا نجعل في كل مجموعة واحدا فقط نضع الناتج واحد فوق منزلة العشرات الآن نضرب واحد ضرب سبعة يساوي سبعة ونضعها تحت منزلة العشرات إذن واحد ضرب سبعة يساوي سبعة الآن نطرح تسعة ناقص سبعة تسعة ناقص سبعة يساوي اثنين نكتبها أيضا تحت منزلة العشرات آخر خطوة نقارن أثنين أصغر من السبعة أنتهينا الآن من منزلة العشرات ننتقل إلى منزلة الأحد لاحظ معي خمسة تقسيم سبعة ولكن لا نقسم خمسة تقسيم سبعة لأنه يوجد لدينا هنا اثنان ماذا نفعل؟ ننزل خمسة أحد فتصبح لدينا هنا خمسة وعشرين أحدا تقسيم سبعة كيف نوجد خمسة وعشرين تقسيم سبعة؟ دائما حفظ جدول الضرب يساعدني أيضا حتى في القسمة نبحث عن أي عدد نضربه في سبعة يساوي خمسة وعشرين أو أقل أنا أحفظ جدول الضرب جيدا لا يوجد عدد نضربه في سبعة يساوي خمسة وعشرين إذن نبحث عن الأقل من خمسة وعشرين أنا أعرف أن من مضاعفات 7 21 كم العدد الذي نضربه في 7 يساوي 21 هو العدد 3 إذن 3 ضرب 7 يساوي 21 وبالتالي 25 تقسيم 7 يساوي كم يساوي 3 إذن نضع 3 فوق منزلة الأحد نضرب الآن 3 ضرب 7 يساوي 21 ونكتبها هنا في الأسفل الآن نطرح 25 ناقص 21 تساوي كم تساوي 4 5 ناقص 1 تساوي 4 و2 ناقص 2 يساوي 0 الآن نقارن الأربعة أصغر من السبعة لاحظ معي لا يوجد منازل نستطيع أن ننزلها وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية عملية القسمة إذن باقي القسمة هو أربعة إذن تنطلق حوالي ثلاثة عشر حافلة في خمسة وتسعين دقيقة لاحظ معي أن الناتج التقديري عشرة قريب من الناتج ثلاثة عشر وهذا هو التحقق ثلاثة عشر قريبة من العشرة إذن الإجابة معقولة الآن استكملنا جوانب الإجابة فقدرنا الناتج وجوابنا على السؤال اللفظي لاحظ أن السؤال يقول كم حافلة تنطلق كل خمسة وتسعين دقيقة عرفنا الآن أنه كل خمسة وتسعين دقيقة تنطلق ثلاثة عشر حافلة تقريبا وبذلك نكون قد أجبنا على هذا السؤال نبدأ الآن بمثال واحد في هذا المثال يقول عند معلم التربية البدنية مائة وخمسة وعشرون كرة صغيرة يريد أن يوزعها على أربعة طلاب بالتساوي إذن عندنا مائة وخمسة وعشرين دقيقة نريد أن يوزعها على أربعة طلاب بالتساوي فنقسم المائة وخمسة وعشرين على الأربعة طلاب ولكن في البداية نقدر الناتج مائة وخمسة وعشرين تقسيم أربعة نقربها إلى أعداد يسهل قسمتها ذهنيا عن طريق الأعداد المتناغمة أو باستخدام الحقائق الأساسية للضرب هيا لنبحث عن عدد نضربه في 4 يساوي 12 نعم يوجد وهو 120 تقسم 4 يساوي 30 لماذا؟ لأن 3 ضرب 4 يساوي 12 30 ضرب 4 يساوي 120 إذن الآن تصورت كم سيأخذ كل طالب سيأخذ كل طالب تقريبا 30 كرة سيأخذ كل طالب حوالي 30 كرة نبدأ الآن بعملية القسمة الخطوة الأولى أحدد المنزل الكبرى في ناتج القسمة لماذا أضفنا هذه الخطوة؟ لماذا لا نقسم مباشرة؟ لاحظ معي 125 تقسيم 4 أكبر منزلة فيها المئات لو قسمنا 100 تقسيم 4 لا يمكن تقسيم الواحد على الأربعة بالتساوي لأن الواحد أصغر من الأربعة فماذا نفعل؟ نأخذ الـ 12 12 تقسيم 4 عملية ممكنة جميل جدا إذن نبدأ بقسمة العشرات يوجد لدينا 12 عشرة نقسم 12 تقسيم 4 يساوي 3 وهذه عملية سهلة نستطيع أن نجعل 12 في أربع مجموعات وذلك بقسمتها على الثلاثة لاحظ معي 12 تقسيم 4 تساوي كم تساوي 3 إذن نكتب الثلاثة في الأعلى فوق منزلة العشرات ثلاثة ثلاثة ضرب أربعة يساوي كم؟ يساوي 12 نكتب الـ 12 تحت منزلة العشرات الآن نطرح 12 ناقص 12 يساوي 0 لاحظة الصفر أصغر من الأربعة الآن ننتقل إلى منزلة الآحد هنا الآحد خمسة خمسة تقسيم أربعة ولكن قبل أن نقسم الآحد ننزلها في الأسفل جميل جدا لاحظ لا يوجد هنا إلا أصفر فالعدد يبقى كما هو خمسة نريد أن نجعل خمسة في أربع مجموعات طبيعي جدا أنه سيكون في كل مجموعة واحد إذن نكتب الواحد في منزلة فوق منزلة الآحد ثم الآن نضرب واحد ضرب أربعة يساوي أربعة الآن نطرح خمسة ناقص أربعة كم تساوي خمسة ناقص أربعة تساوي واحد وبذلك نقارن واحد ناقص أربعة يساوي واحد إذن باقي القسمة هو واحد لاحظ معي أن السؤال اللفظي فلابد أن ننهي بجواب اللفظي هذه المسألة تؤكد لنا أنه سيأخذ كل طالب واحد وثلاثون كرة وتبقى مع المعلم كرة واحدة فقط وهذا الجواب الدقيق قريب جدا من الجواب التقديري فالإجابة التقديرية هنا هي ثلاثين بينما الجواب الدقيق واحد وثلاثين إذن الإجابة معقولة سوف يأخذ كل طالب واحد وثلاثون كرة وتبقى كرة واحدة فقط مع المعلم أحسنتم وبرك الله فيكم والآن نأخذ بعض التمارين في هذا التمرين مطلوب قسمة 64 تقسيم ثلاثة نقدر الناتج 64 تقسيم ثلاثة كيف نستطيع أن نجد ناتجها ذهنيا؟ نقرب 64 إلى 60 تقسيم ثلاثة 6 تقسيم ثلاثة يساوي 2 و60 تقسيم ثلاثة يساوي 20 الجواب سيكون قريبا من العشرين هيا لنبدأ بإجابة القسمة نبدأ بمنزلة العشرات 6 تقسيم ثلاثة تساوي 2 2 ضرب ثلاثة يساوي 6 الآن نطرح 6 ناقص 6 تساوي 0 ننزل الأحد 4 تقسيم ثلاثة تساوي 1 كيف عرفت أنها 1 نريد أن نجعل الأربعة في ثلاثة مجموعات سوف يصبح عدينا 1 1 1 1 ويبقى 1 وهذا ما سيتضح الآن 1 ضرب ثلاثة يساوي 3 نطرح 4 ناقص ثلاثة يساوي 1 إذن هنا نقارن الواحد أصغر من الثلاثة ولا يوجد منازل أخرى نستطيع أن ننزلها إذن ناتج القسمة 21 والباقي 1 نقوم بحل تمرين آخر في هذا التمرين أقسم 165 تقسيم 4 قبل أن نقسم نقدر لكي نتحقق في الأخير من معقولية الجواب الآن لدي تصور كامل عن الجواب كيف عرفت ذلك 16 تقسيم 4 يساوي 4 إذن سيكون الجواب تقريبا 4 هو بجانبها الصفر أي 40 لاحظ معي 165 تصبح 160 160 تقسيم 4 يساوي 40 الناتج التقديري أو سيكون الناتج قريبا جدا من الـ 40 نقدر 165 تقسيم 4 عبارة عن التقدير الخاص بها عبارة عن 160 تقسيم 4 يساوي 40 نبدأ بالقسمة لاحظنا لاستطيع أن نقسم المئات في هذه المسألة لماذا؟ لأن 1 مئات أصغر من الأربعة إذن نذهب إلى العشرات يوجد لدي 16 16 عشرات طبعا 16 تقسيم 4 تساوي 4 كيف عرفت أنها أربعة؟ لو وضعنا 16 في أربع مجموعات سوف يصبح في كل مجموعة أربعة أو نقول كم العدد الذي إذا ضربناه في الأربعة يساوي 16 هو العدد أربعة هذه الخطوة الأولى الخطوة الثانية نضرب 4 ضرب 4 يساوي 16 الخطوة الثالثة نطرح 16 ناقص 16 تساوي 0 ننتقل الآن إلى الأحد ننزل الأحد 5 تقسيم 4 يساوي 1 1 ضرب 4 يساوي 4 الآن نطرح 5 ناقص 4 يساوي 1 الواحد أصغر من الأربعة الآن لا يوجد لدينا منازل إضافية نستطيع أن نوزلها وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية عملية القسمة لاحظ أن ناتج القسمة قريب من الناتج التقديري إذن ناتج القسمة 41 والباقي 1 أحسنتم ومبارك الله فيكم وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية الدرس في التقويم نريد أن تقسم ثم تتحقق من إجابتك ولكن سنوضح نقطة مهمة وكيف تتم بالفعل عملية القسمة هيا لنستخدم النماذج لقسمة 32 تقسيم 3 نستخدم 32 نموذج ونجعلها في ثلاث مجموعات نأخذ المجموعة الأولى بالتساوي سوف يكون فيها عشرة والمجموعة الثانية سيكون فيها أيضا عشرة والمجموعة الثالثة سيكون فيها أيضا عشرة بقي إثنين لاحظ الباقي أصغر من عدد المجموعات فلا يمكن أن نقسمها بالتساوي لو وضعنا واحدة هنا وواحدة هنا سوف تصبح هذه أقل ولكن نريد أن نقسمها بالتساوي الآن أنا عرفت ناتج القسمة ناتج القسمة عشرة وذلك ما وزعنا بالتساوي على ثلاث مجموعات والباقي إثنان إذن ثنين وثلاثين تقسيم ثلاثة هي عبارة عن ثنين وثلاثين تقسيم ثلاثة نقدر أولا ناتج ثلاثين وثلاثين تقسيم ثلاثة عبارة عن ثلاثين تقسيم ثلاثة يساوي عشرة وبالفعل ولكن يوجد باقي وهذا هو الناتج الدقيق بوجود الباقي وهذا يعتبر ناتج تقريبي نقسم ثلاثة تقسيم ثلاثة واحد واحد ضرب ثلاثة ثلاثة نطرح الآن ثلاثة ناقص ثلاثة صفر لأن الاثنين أصغر من الثلاثة وبذلك تتوقف عملية القسمة إذن طبعا بما أنه لا يمكن نضع صفر إذن ناتج القسمة عشرة والباقي اثنان تعلمنا اليوم القسمة والناتج من رقمين ولاحظوا معي أن 64 تقسيم ثلاثة نبدأ أولا بقسمة العشرات ولتسهيل العملية فإننا نستخدم الاتجاهات لاحظ أولا نقسم العشرات فالاتجاه إلى الأعلى نكتب الجواب في الأعلى أما باقي الخطوات فستكون للأسفل نضرب 2 ضرب ثلاثة يساوي 6 نطرح 6 ناقص 6 يساوي 0 الآن ننزل الآحات أيضا إلى الأسفل الآن ننتقل إلى القسمة القسمة عكس العمليات السابقة فتكون العملية للأعلى 4 تقسيم ثلاثة يساوي 1 الآن إلى الأسفل نضرب 1 ضرب ثلاثة يساوي ثلاثة نطرح 4 ناقص ثلاثة تساوي 1 نقارن الآن الواحد أصغر من الثلاثة وبذلك تنتهي عملية القسمة بأن الواحد أصغر من الثلاثة وبذلك يكون الناتج 21 والباقي 1 نشكر لكم حسن استماعكم ونتمنى لكم التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته باركاته